أهلا بحضراتكم كمين حوارنا مع الأسطور عبدالله عبدالسلام توقفنا قبل الفاصل لكابتن عند بطولة 2001 رابع عالم كان إنجاز كبير لكرة التقرير المصرية مش وحدين عليه فتح لك بوابة بوابة على المستوى العالمي بوابة أيضا على المستوى المحل كلمني عن الكاسات البطولة دي على حياتك في كاريرك ابتلت يعني بعد بطولة دي الحمد رب عمين ابتدى الإيجنتس بقى البرة والمانجر اللي برة يشوفوا يعني منتخب مصر منطلع فرنسا فرنسا دي كانت تاني أوروبا في الوقت اللي احنا في دوات كانوا طبعا لابوا التصفيات المؤهل لكاس العالم كانت تاني أوروبا فريق جامد جدا بس الحمد رب عمين كربنا كنا على طول شغلين معسكرات كتير طبعا في الفترة دي قاعدنا سنتين وإحنا من الجيل المحزوزين يعني مش ما حصلتش في تاريخ الفولي اللي جيل زيتات ومين 4 ومين ياخد بنازل كف الاعداد اللي احنا خدنا خدنا سنتين متواصلين طبعا خدنا فيهم واتشاط كتير دولية ومعسكرات احتكريات أصارت علينا الحمد رب عمين لإحنا يحصل الرعب العالم دو يبتلت بقى الناس خلاص تعرف الفرقة بره يبتلت الإجنتس وإحنا صغرين يبتلوا يتكلموا علينا على الفرقة طبعا تعرف حالك في السن السوار دو بيبقوا ربا حبينا ما يشوفوا خامة كويسة وحاجة كويسة كده بيبقوا عايزين خلاص ياخدوها بره ليهم يشوفوا اللعيب ويجربوه لو مش خلاص اوكي ما مشيش ما فيش مشاكل خالص خلاص بقى خلصنا تلعنا 19 سنة اللي عينا كاس عالم في إيران في طهران خدنا ساعتها للكاس عالم دو واتلعنا التاسع خلاص بتلت بقى الموضوع خلاص أطلع درجة أولى انتو تمام رابع تاسع يعني انتو بتلعبوا في اللعظة يعني فرقة كبيرة الحمد لله كنا مشينا بصورة كويسة خلاص بقى بتليت بقى لما خلصت كاس عالم بتاع الشباب بتلنا بقى أنا وحمد صلاح نطلع الدرجة الأولى بس أنا يعني الحمد للرب عامين كان حظي حلو لنا يعني الجيل الكبير جيل الزهبي بالنسبة لي كابتن حمد الصافي مجل مصطفى وآيمان رجدي وكابتن محمد مسلحي وهاني مسلحي وصمع ومصاني العادي وبجيل الكبير دوت وياسر صلاح برضك طبعا مع حفز الأرقاب تلقيت لهم أنا عندي 15 سنة يعني أول ماتش الصاعات 15 سنة كان ساعتها كابتن محمد عبر رحمن كان عنده ظروف ساعتها في الدراسة بتاعته وكان ساعتها كابتن ماجل مصطفى كان عنه 30 سنة أنا فاكر ديت وانا ركب معام في الباص بحذر معامكم ساعتها أول ماتش اللي هي معام كنت صال على ناجع حمد الألمونيوم كان ساعتها كابتن ماجل عام 30 سنة وعندنا 50 سنة فطبعا دعا في سنة دعا في سنة طبعا كابتن ماجل مصطفى طبعا أو الدكتور ماجل موهبة طبعا ومسطرة في علامة البولي لكن تلعت تلعبت ولا تلعت كنت بتشارك في التدريبات بس لا أنا تلعت عشان ظرف محمد عبر رحمن كان عنده ماتش مباراة طبعا تلعت رهبة صعبة جدا يعني أنت كان مدير فني طبعا لعبة كبار كان كابتن برامين فخر الدين هو صرع علي وانا عنده خمشرة سنة هنا خلاص سبتلي بصير وقال انت هتكمل بصير فكابتن برامين يعني أما بيشوف خامة كويسة أو رؤيته كويسة في اللعابة الصوارين بيساعد عطول مع درجة أولى بيهتمي به بيديل جرعات تمامين زيادة عشان اللعاب يندج بسرعة ويستفاد به في أغرب وقت ممكن طبعا تلعت سفرت معهم طبعا أنا أنا في حلم ولا في علم أنا بخلص تمرين بخش اتفرج عليهم وخمشرة سنة لسه صغير طبعا بخش اتفرج عليهم في الصلاة فطبعا أنا في دماغي لقد الله كابتن ماجد لو حصل له حاجة في الموتش أنزل أعمليه أنا اللي هشيل أعمل أبوص طبعا بوصلهم شمال يمين بسم الله ما شاء الله عليهم يعني فروح طبعا الموتش وسخنت معهم عادي طبعا بس كابتن ماجد كان هو اللي بيرفع عليه وانا طبعا وافع عما يتفرج عليه والحمد لله رب عامين يعني كسدنا مموشة تسفر لعبت لا ملعبتش هو سخنت اه تفرجت طبعا وعادك معهم وانا انت تبتدي التسخين مزبوط وانت عندي خمشرة سنة مزبوط طعف يعني ايه خمشرة سنة لسه طفل يعني لسه ما مزبوط فطبعا رهبة بالنسبة لي وانا قاعد طبعا برا بداي يا رب ما أعصد لهش حاجة هنزل أعمليه طبعا هشيل بشيل شده طبعا الحمد رب عامين ربنا كرام ما يكسبنا ودي كانت أول البداية في الدرجة الأولى أو التعارف الليغ عليا وليغ في الدرجة الأولى اكبر ضبط الشعاد المتركز ممكن انتا استعدت قبل احمد كبات انا استعدت قبل احمد بس احمد بقى لعب قبل يا فلملعب يعني في نفس السنة واينا حplicت خمشرة سنة احمد لاعب أهلي اوه كيمانك في السماعال ليه ايه درح احمد لاعب في الملعب 而حمد لاعب وشايف فيه شخصية يتحمل واللعاب كويس جدا مكسبنا ايه خبر ربنا ايه معلومة او مرارف طبعا طبعا احمد لعاب كبير لعاب مغوب من هو صغير يعني بسم الله ما شاء الله عليه يعني وبعدها بسنة بأساسي اسمعت يعني 17 سنة بأساسي مظبوط ده في الملعب بشكل جامد يعني خلاص يعني وده سر ان هو اخذ بطولات ما شاء الله كبير كتير والله هو الله يعني مزبوط